أولا ليست فرنسا التي غضبت إنما هي شريحة ضيقة من السياسيين يمينا ويسارا الذين عبروا عن تحفظهم في شبكات المعلومات وبالفعل هم أخطأوا لأن قبل هذه المبادرة الجزائرية الأخيرة لم تكن أوراق النقد مكتوبة بالفرنسية إنما بالعربية فقط فهذا يدل على أن اليسار واليمين المتطرفين يستعملان العلاقات مع الجزائر لانتقاد سياسة ماكرون في شمال إفريقيا وهم يشعرون أن الزيارة الأخيرة للرئيس ثم رئيسة الوزراء لم تكن نفعة جدا واستفادت الجزائر أكثر من استفادت فرنسا في ذلك ما هي دلالات هذه الخطوة؟ يعني عندما نتحدث أن كانت رمزية بعض الشيء ولكن لديها دلالات على المستوى الإقليمي على مستوى العلاقات وأيضا يمكن ربطه أيضا فيما يحدث من توتر إقليمي أو تغيرات جيوسياسية كيف تقرأ ذلك؟ طبعا لا يمكننا أن ننكر أن هناك دلالة ولكن من حق الجزائر أن تختار لغتها الثانية هو قرار سيادي عادي إن صح التعبير ولكن حذاري حذاري من التبسيط في موضوع اللغة يعني بلد لا يغير من لغته الثانية بين ليلة وضحى والدليل على ذلك أن مادة معقدة دقيقة متطورة دائما كتب هذه المادة تدرس بالجزائر كما في غيرها من البلدان مثلا المغرب تدرس بالفرنسية وهذا لن يغير بقرار من رئيس الدولة هناك وقائع كذلك هناك علاقات متينة بين الجزائريين من الجزائر وجزائريين من فرنسا فالأمر يحتاج إلى كثير من العمال وكثير من الدقة والتنظيم إذ بعد ست سنة من الاستقلال يعني التب يدرس في الجامعات الجزائرية بالفرنسية فقط دعم يعني كنا قد ذكرنا قبل قليل بأن أوساط فرنسية أشارت إلى أن سياسة ماكرون فشلت تحديدا في الملف الجزائري هل تعتقد فعلا أنها فشلت في ظل يعني دعنا نقول صعود القواء اليمنية في فرنسا والتي يعني سياستها واضحة تجاه الجزائر لنقول باختصار شديد أن سياسة الرئيس ماكرون لم تؤتي أكلها بعد لأنه اقترب من الرئيس الجزائري ثم أغضبه بكلمات ربما غير لائقة عن تاريخ الجزائر ثم يعود فيتصالح معه إذن هناك كثير من الوقت الضائع هذا في المستوى الدبلوماسي أما في المستوى العلاقات بين الدولتين هناك مشاكل كثيرة متعلقة مثلا بالهجرة غير القانونية يعني الفرنسيون يريدون أن يتخلصوا من مجرمين جزائريين موجودين في الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية والجزائر لا تقبل أن تستردهم فهناك تناقض بين الواقع وبين التموحات اشتركوا في القناة